بسم الله الرحمن الرحيم عشر صفات من صفات الشياطين موجودة في كثير من الناس حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غاية التحذير نريد أن نعرفها حتى نتخلص منها فورا لماذا؟ لأن هذه الصفات الشيطانية توجب السخط من الله وتدخل النحس والعكوسات في بيوتنا وهي فوق ذلك تقوي علينا الإصابة الروحية كالسحر والمس والحسد وغير ذلك وأول هذه الصفات العشرة الجلوس بين الظل والشمس وهو أمر يقع فيه كثير من الناس خصوصا في فصل الشتاء أتحدث عن أولئك الذين يريدون تدفئة عظامهم دون أن تمس الشمس وجوههم فيجلسون نصفهم في الظل ونصفهم في الشمس وهذا مخالفة شرعية بل هذه الجلسة هي جلسة الشيطان فقد سبت عن أبي بريدة الأسلمية رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الظل والشمس فقد سبت عنه صحيحا أنه قال إذا كان أحدكم في الشمس وتقلص عليه الفيء يعني الظل وتقلص عليه الفيء فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصفة الثانية من صفات الشياطين هي الأكل والشرب باليد اليسرى وهذا أمر عمد به البلوى وطفح به الكيل وفيه مخالفة صريحة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل إنه والله صفة من صفات الشياطين لماذا أقول عمد به البلوى لأن كل اللي بيتناول طعامه بالشوك والسكينة بيأكل بإيد الشمال وفيه صفة من صفات الشياطين ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء هكذا روت عنه زوجته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت فيما ثبت عنه صحيحا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيامن في كل شيء حتى في لبس عليه يعني لما يلبس الحزاء يبدأ برجله اليمين ثم برجله اليسرى صلى الله عليه وآله وسلم إذن يا جماعة الخير الأكل والشرب باليد اليسرى أيضا صفة من صفات الشياطين الصفة الثالثة الخروج في الهاجرة وترك القيلولة والهاجرة يا جماعة الخير تبدأ من بعد الظهر إلى العصر تقريبا حين تكون الشمس في وسط السماء في الصيف والشتاء هذه تسمى الهاجرة لي من هي يا إخوة عن الخروج في الهاجرة والسير في هذا الوقت لأنه وقت تنتشر فيه الشياطين خارج البيوت الشياطين لا تقين بتكون في هذا الوقت أصلا في الضواحي وفي الشوارع فنهينا أن نسير أو أن نتريض أو أن نمشي في هذا الوقت وأن نكدنا ونستكين في بيوتنا إلا طبعا الذي دعته الحاجة كأمر هام أو شغل أو عمل أو ما إلى ذلك هذا مستسنى أما أن تخرج وليس معك شيء أو معك أمر لكنه ليس مهم لأ من هي أن تخرج من البيت في هذا الوقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وحسنه الإمام الألباني في صحيح الجامع أنه قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل خلي بالك عليك إيه معنى قيله يعني استكن في البيت أو نم في وقت القيلولة لكن أفرض أنا ما جايش نوم يا عم الشيخ خلاص استكن في بيتي أنا أذكر مرة من المرات كنت بأعالج حالة وبعدين حضر الجني المتلبس على هذه الحالة وتكلم على لسان المريض فلما سألته لما أنت متلبس به طبعا إحنا كرقاء فيه ثلاث أسئلة لازم يتسئلوا أول ما يبدأ يحضر الجني على لسان المريض تبدأوا بالثلاث أسئلة دول اسمك إيه ودينتك إيه ومسكته ليه أو لبسته ليه فجا عند كلمة لبسته ليه فقال يا شيخ آذاني طب كيف آذاك قال داس علي بحزائه في وقت القيلولة طبعا صاحبنا دا ماشي كان طالع بره البيت طاخر بارك والجني دا كان مريح بقى في القيلولة بتاعته في الشارع والقصدي فطبعا هو مش شايفه صاحبنا دا مش شايفه فداس عليه بحزائه لما دس عليه آزاء فتلبس به فطبعا أنا بدأ أوضح له أنه لا يراك أنتم بتشوفونا ونحن مش بنشوفكم كما قال الله تبارك تعالى في القرآن الكريم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إلى آخر الآية الكريمة وبفضل الله تبارك تعالى تم علاج ذلك الرجل في آخر الجنسة وخرج ذلك الجنين منهم الشاهد في القصة إن ما يحدث معنا في التجربة أثناء العلاج جماعة الخير موافق لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا الخروج في الهاجرة وترك القيلولة هذا أمر مكروه ومنهي عنه لأنه صفة من صفات الشياطين الصفة الرابعة العجلة وعدم التأني والعجلة دائما من الشيطان وهذه ليست كلمة عابرة لا هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث جاء عنه أنه قال التأني من الله والعجلة من الشيطان رواه البيهقي وحسنه الهيثمي وحسنه الإمام الألباني في صحيح الجامع وفي رواية أخرى العجلة من الشيطان إلا في ثلاث إعداد الطعام لما يكون له الضيوف يعني وتزويج البكر وتجهيز الميت دون العجلة فيهم مستحبة أما دون ذلك لا العجلة ليست مستحبة في أي شيء لأنك إنت لما تأخذ الأمور بعجلة وعدلة ووجة وغيرها وادة بتغلط وبتأخذ قرارات غلط يأخذ العجلة مكروهة حتى وأنت زاهب إلى الصلاة في أعظم من الصلاة شعيرة وفرد من فروض الإسلام ما ينفعش تذهب لها أنت مسرع ولا أنت مستعجل في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدر رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا إذ سمع جلبة الرجال جلبة الرجال يعني التخبيط بتاعهم السرعة في المشي والقصة دي إذ سمع جلبة الرجال فلما أنهى صلاته قال إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتبهم صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان الصلم ممنوع فيها العجلة فالإنسان يجب عليه أن يتأنى وأن يأخذ أموره بهداوة وبسكينة حتى لا يخطأ في قراراته الصفة الخامسة من صفات الشياطين هي النوم على البطن وهي نومة مكروهة وفيها مخالفة للهدي وهي في نفس الوقت تتابع أهل العلم عليها أنها نومة الشيطان وأنها صفة الشيطان في نومته طبعا إلا الذي يتعالج يعني ربما يكون بعض الناس أوصاه الطبيب بهذا لأنه في حالته المرضية نوع من أنواع الاستشفاء خاصة به هذا يستسنى أما دون ذلك فعوذ نفسك أن تنام دائما على شقك الأيمى كما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما النوم على البطن فإنها من صفة الشيطان فقد سبت عن طخفة بن قيس الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت متجعا في المسجد على بطني فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فحركني برجله وقال قم فإن هذه ضجعة يبغضها الله وفي رواية أخرى فإن هذه ضجعة أهل النار وكما قلت لكم تتابع أهل العلم على أن هذه النومة إنما هي نومة الشياطين الصفة الثالثة الغرور والأنا عارف الناس اللي هي عندها الأنا اللي هي الاستعلاء حب الظهور كل حاجة أنا أنا عملت أنا سويت أنا جبت أنا بعت أنا اشتريت أنا نجحت أنا كل شوية على سنة كلمة أنا كلمة أنا دي مش مستحبة على فكرة ولذلك درج عندنا نحن حتى في اللهجة العمية أعوذ بالله من كلمة أنا ليه لأنها معروفة كلمة الشيطان يقال إن أول من قال أنا من المخلوقين هو الشيطان لما قال له ربه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال أنا خير منه الشيطان قال إيه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فالناس اللي عندها حب الأنا دي فيها صفة من صفات الشياطين وعليها أن تتخلص منها فورا الصفة السابعة من صفات الشياطين المرور بين يدي المصلي ولذلك يجب يا جماعة الخير أن يجعل المصلي بينه وبين المارين سترا أي حاجة كده يحطها قدامه لصلي بحيث أن يعد لا يمر بين يدي المصلي طب والذي يمر بين يدي المصلي هذا فيه صفة من صفات الشياطين ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم إلى سترا فليدنوا منها يعني ليكن منها قريبا فليدنوا منها فإن الشيطان يمر بينه وبينها أمين اللي بيمر قدام المصلي الشيطان واللي يعمل كده فيه صفة من صفة الشيطان الصفة السامنة التهويل والتفخيم من كل شيء عارف الناس اللي هي يعني ايه تحب تهول وتعظم وتقلئك وتكون الحاجة قد كده يخليها لك قد كده زي يكبر الصغيرة ويكثر الأليلة ويعمل حالة كده من حالات الصرع للناس وأخي البالك بحسن أنه لو يقول لك خبر عادي يحسسك أن الدنيا خربانة وإني خلاص ما فيش أمل هذا فيه صفة من صفات الشياطين ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت رأسي الضرب ورأيته يتدهده يعني يتدهرج شف كده في الملام يعني فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يطرق أحدكم الشيطان ثم يهول له خلي بالك عاد يهول له التهويل من صفة الشياطين ثم يهول له ثم يغدو فيخبر الناس بما رأى إذن يا جماعة الخير التهويل والتعظيم ده من صفة الشياطين يجب على الإنسان لو كان في حاجة كده مؤلئة لا يصغرها على الناس ويهونها مش يهولها بالنون يهونها يعني يخففها ويقلل من تغطها طيب الحديث ده مولانا رواه أحمد في مسنده بسند صحيح الصفة التاسعة من صفات الشياطين هي التبرج والتغنج وهذه في حق النساء لإن المرأة إذا سفرت وتبرجت ولم تلتزم بحجابها ولم تلتزم بفرض الله سبحانه وتعالى عليها من الستر والحجاب هذه يتصور فيها الشيطان بيطفي عليها صفة من صفات الشياطين اللي هي الإغواء أخذ ذلك إزاي ولذلك سبت عن سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المرأة يعني المتبرجة السافرة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم من ذلك شيئا فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه رواه الإمام مسلم في صحيحه الصفة العاشرة والأخيرة هي الاستكبار والتعالي الشيطان هو أبو المتكبرين وأبو المبذرين وأبو العاصين وكل إنسان متكبر ومستكبر ومتعالي على خلق الله عز وجل إنما فيه صفة من صفة الشياطين قال الله في القرآن الكريم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين إباؤه واستكباره والعياذ بالله جعله كافرا وخالدا مخلدا في النار أجارنا الله تعالى وإياكم إلى هنا تكون انتهت حلقتنا لهذا اليوم شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر